يا اهلا بكم في The Ultimate في لتر كورس مع محمد فاتحي. النهاردة نتكلم عن النوع الثاني من الابار وهو المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن الابار وبيتكون اجزاء او المكونات او اللي بيتكون منها الابار زي وشرحنا الاجزاء دي كلها في المحاضرة اللي فاتت. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن الابار وهو ده احد انواع الابار بس بيكون شكله افضل شوية وممكن يكون الى حد ما معقد عن الابار العادي. اه تعالوا كده مع بعض نفتح وده الشكل اللي احنا عملناه المحاضرة اللي فاتت كان بالشكل ابار وفي اه ايكون بالشكل ده. ايكون عادي اكشنز وطايتل. تعال النهاردة نتكلم بقى عن نوع التاني اللي هو الستيفر ابار. اه فانا عندي هنا الاسكافولد. اه عادي جدا وفي الاسكافولد زي ما انت شايفك هو. هرغي كل اللي داخل الاسكافولد. بفيش اي حاجة بداخل الاسكافولد. وهبدأ هنا اه بداخل الاسكافولد. فيش اي حاجة زي ما انت شايفه. اه هبدأ ادله هنا البي. مش هدي ابار عادي. لا مش هشتغل بالشكل ده. لا ده انا هشتغل حاجة من نوع هبدأ ادلودجت هنا من نوع نستد سكرول فيو. هنا محتاجين اتنين بروبيت زي ما انت شايف هنستخدمهم. البادي والهيدر سليفر بيلدر. الهيدر سليفر بيلدر ده ده اهم جزء معايا اللي هو هستخدمه في ان انا هعمل السليفر ابار. طيب هبدأ بالهيدر سليفر بلدر دا. وآآ بعد كده. تمام? هادف الجزء اللي بعده هعمل هنا. enter وهضيف الجزء اللي بعده اللي هو آآ الباضي. تمام? الباضي بتاع ايه يا شباب? بتاع النستد سكرول فيو. الباضي بتاع النستد سكرول فيو. طيب عشان تفهم ده ايه? الهيدر سليفر بلدر ده بيقول لك آآ ده الجزء اللي هيزبق السكرول فيو. هو عمتا السليفر بيزهر مع يعني هو بيستخدم مما يكون في شاشة فيها كده. اول ما بتسكرول هو ده بيكون حاج شكله كبير. اول ما بتسكرول بيبدأ يختفي. خالص ترجح تسكرول داون يبدأ يزهر يزهر مرة تانية. هو ده طيب هو بيبدأ من جزءين زي ما انا بقول لك هنا بيقول لي ده الbuilder for any widgets that are to precede the inner scroll view. ده الجزء اللي بيزبق اللي scroll view. طيب حنسيب الجزء اللي بيزبق اللي scroll view ونروح نعمل الجزء اللي هو scroll view. فالبضي دي هتبقى عبارة عن scroll view. طيب انا ما شرحتش في الكورس لحد هزيل اللحظة scroll view او list view. بس هدي كده سريعا كده هندي على widget list view. تمام? list view. ده كلاس. هندي على الفنكشن بداخله اسمها builder. وهنا الbuilder هتبني لي. ده هي المسؤولة عن بلاقي list view. انت عارف ان list view هي عبارة عن مجموعة من الودجيتز. هتبقى بالشكل ده. عبارة عن مجموعة من الودجيتز. هتسكرول. هي دي list view. هنشرحها بالتفصيل. خلي بالك بقى كل item من دول. كل قطعة من دول اسمها widget. الودجيت دي انت عارف ممكن تكون صورة ممكن تكون اي widget. هاخد قطعة من دول اخرجها برة كده. طيب. معلش انا متأسف جدا. بس مش مزبوطة بس يعني الى حد ما بنحاول نزبط. ده آآ view. يبقى عبارة عن مجموعة من ال view. كل view هي widget. دي widget widget تاني widget تالتة widget رابعة وهكذا. انا خرجت widget منهم برة اهي. هبدأ اتكلم عليها. آآ فاتيك ده ما هي الا ايه يا شباب? الا widget. 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 ناخد الودجيت دي برة كده ونبدأ ايه هنشتغل عليه. طب مين بقى اللي هيبني ال list view ده? ال list view اللي هيبنيه هنا هي ال item builder. ف ال item builder لو انت تلاحز كده هي create scrollable linear array of widgets. زي ما انت شفت. are created on demand. بتبدأت created on demand يعني عند الطلب يعني. طيب اول ما تسكرول يبدأ يكاريت. اول ما تسكرول يبدأ يكاريت عشان ال performance يبقى عالي جدا. ما ينفعش يكاريت. لو لو ال list view فيها الف view يروح يكاريت الف view ما وكل view عبارة عن عن object. فبالتالي هو كاريت الف object. فكده هيدمر لك المموري. فده performance wise سيء جدا. لأ هو ما بيعملش كده. هو بقول لك ان انا بكاريت الف view دي ايه? عند الطلب. يعني لو شاشة فيها عشرة هو هيكاريت اتناشر. واحدة فوق واحدة تحت. بس ويسكرول يبدأ يعمل حاجة اسمها recycle. كلمت هنشرحه بس مش وقته. اما نتكلم عن يا شباب بركز معايا. انت دلوقت بتتكلم عن ايه? احنا عاوز ان نعرف فانا دلوقت عاوز اعمل على السريع مش عاوز اخد في تفاصيل. تعالوا كده نعمل فده هو عبارة عن ايه? عبارة عن فانكشن. هتاخد ايه? هتاخد اتنين برامتر زي ما انت شايفة هو والانت الاندكس. يعني ايه? يعني رقم دي رقمها ايه? ما دي رقم زيرو. عاليش? احنا لازم نيه? انه وحاول نوضح برضو دي رقم زيرو ودي رقم واحد وهكزا. اتنين تلاتة. فلو رجعنا للكوت بتاعنا هنا اه لو جينا هنا عملنا هوفر قال لك انت محتاج تبقى فانكشن. تاخد اتنين اه برامتر والانتجر. واكيد الناس كلها دلوقتي عارفة. يعني ايه هو بتاعتك موجودة فين? في وشرحت الكلام ده في الكورس. ارجع للكورس بتاعنا. طيب. الوهم هنا ايه? بدل ما توقع تكتب انت الفانكشن. لو انت هنا عملت سبيس. هيبدأ يساعدك ويقول لك انت عاوز اهي شكلها كده. تحب تبقى كده. اللي هي الارو الارو فانكشن. ولا تحب اللي هي العادية الفانكشن العادية بتاع الكيرلي بريس. انا ممكن نقول له اي حاجة. تعال نقول له مسلا ندينا الارو فانكشن. ونبدأ هنا هتاخد الري. واحد بيقول لي انت عرفت ازاي الري. اه اه لا دي مش الري. هي لسه متأسف جدا. ده دي هترجع بايه? زي ما انت قلتك بترجع اهي. هي دي هتكريات الفيو. فانا هخلي الفيو ترجع الاولانية اللي هتاخد الري. تعال كده. هرجح هنا واقول له انا عاوز كل واحدة منهم هي دي اللي هيكريت. اقول له عارض لكل لست عبارة عن ومكتوب فيها مسلا ايتم ورقم الايتم اللي هو الاندكس اللي هو للاندكس ده. طبعا انت فاهم كل ده. فاهمه جدا. مش محتاج الموضوع بالنسبة لك سهل وبسط جدا. طيب هنعمل كده كنترول اس. الاول تعال كده نيجي هنا. ونعمل كنترول اس. وناخد ده شوية كده. تمام? هيبدأ هنا اه طبعا هنا معترض على ان انا الهيدر ما ما فيش اي حاجة. فتعالوا ندي الهيدر ده الاول. اه او ممكن نخلي الهيدر ده بنل لو اشتغل معايا. تمام? تعالوا نكتبه بالمرة. الهيدر ده عبارة عن ايه? عبارة عن list of widget. اقول لك function هي. الفنكشن دي. هتاخد وحاجة من نوع بوليان. فانا خليه صعيدني برضو في كتابتها. لو انا عملت واخترت برضو دي او دي. خلي بالك بتاخد مكانك فين? مكانك فين? في تري. ده شرحناها يا شباب. وحاجة تاني من نوع بوليان. فلا اما انت تكتبها كده. هي هنا بقول لك اه 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 بوكس فانا ممكن اقول له اس اه اسكرول. يعني ده بوليان. اي حاجة بوليان مسلا. اه فده هي اخدت اتنين برامتر دلوقت بالشكل ده. وهتبدأ ترجع ايها يا شباب. هتبدأ ترجع لو انت عملت هوفر على دي. بيقول لك خلي بالك انا هرجع بحاجة من نوع ايه? من نوع list الري. فانا هديها الري. فاضحة عشان كده يبدأ الكود يشتغل معي. كده انا هسيبها زي ما هي دلوقت. وهرجع معك للاجزاء دي كلها عشان تبقى انت فاهمها بنسبة مية في المية. اي حد معايا فاهم بنسبة خمسة وتمانين في المية. انا مش هبقى مبسوط. تمام? انا عاوز الناس كلها تبقى فاهمة. كود بنسبة مية في المية. طيب. اه دل وقت هو بدأ ايه اعرض عمل ايتمز كتير جدا تقريبا اهو. شايف ايتم من ليه? من التكست. بس هنا واحد بيجاوب بيقول لي بس دي بشوان دي شكلها صحب جدا. اقول له انا معاك فعلا شكلها سيء جدا. تم تيجي نغير الوجه دي بوجه تاني افضل من دي. معمولة خصيصا للليست فيو. اسمها list tile. list tile. والlist tile هتاخد اللي هو التكست اللي احنا كنا لسه عاملينه من شوية. اللي انا كاتب فيه وعامل لإيه? للاندكس لرقم الليستة دي في الريفين. او في الاندكس اللي هتظهر. لو انا عملت كنترول اس. بعلن بقى شكلها ايه? بقى شكلها افضل جدا اهو. يبقى احنا كده عملنا list view. list view كبيرة جدا. بقى تقريبا بالستطرين دول. اترو list view dot builder. والايتم بلدر هي اللي هتبني اللي انت شايفها دي. بتاخد الكنتكست والاندكس. الاندكس اللي هو رقم كل واحد منهم. رقمه كام? حتى انا جيت طبعته هو. فاتطبع رقمه. واترو ايتم بلدر وانت تبني لي كل list item. ابنها في شكل ايه? في شكل list tile. فاللي انت شايفها دلوقتي هي list tile. فلو رجعنا للرسمة بتاعتنا دي انا عملتها في شكل list tile. عملتها في شكل ايه? list tile. list tile. list tile بتاخد حاجات كتيرة ووجيتس كتيرة جدا. احنا مش هنتكلم عليها دلوقتي. لان احنا مش بنشرح list view. احنا بنشرح بنشرح السليفر انا بس عاوزة اذكرك. طيب اما انت بتشرح السليفر اف بار ليه عملت ال scroll view او list view اقول لك لان انا السليفر اف بار مش هتعرف تشوفه الا ما يكون عندك scroll view. تمام جدا? تمام جدا. فلو رجعنا تاني لل vs code وادل شغال معنا بالشكل ده. تعالوا بقى نتكلم على الموضوع الاهم وهو السليفر اف بار. فانا هنا اديته هيدر سليفر بيلدر. هو ده اللي هيبدأ يبني السليفر اف بار. فهبدأ هنا اه في الجزء ده. هتدله هنا اه في الاريه هتدله ووجيت من نوع سليفر اب اف بار. والسليفر اف بار هنا هددها تايتل. وهيكون تيكست. وهكتب هنا code to start سليفر. وهعمل كنترول اس. وهيبدأ يظهر هنا السليفر اف بار. لحظ ان السليفر اف بار هو بالشكل ده. وتبدأ تسكرول. اول ما بتبدأ تسكرول بيختفي الاب بار. هو ده الاب بار غير النوع الاب بار اللي احنا شرحنا للمحاضرة اللي فقيته. ده اللي هو بيختفي اول ما تسكرول. وهنخليه يبقى اكبر شوية في الطول. اه طيب عشان نخلي السليفر اب بار ده يبقى الطول بتاعه اكبر. انا هنا هلغي خاصية التايتل من هنا. تمام? هو اخدها من هنا دلوقتي. اهي. وهبدأ اديله حاجة هنا من نوع اه 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 اه. فيلكسبول اسبيس. فيلكسبول اسبيس بار.ahaha. ولكن هنا خاصية الـ title اللي احنا كنا شرحينها من شوية. اهي اللي هي كانت ما امتقصف جدا. تعالوا لد Enter كده. الـ title. والـ title اللي هي كانت الـ text اللي احنا كنا لسه كاتبينه من شوية. وكنا كاتبين عليه code to start. تمام? وهديها كمان هنا قبل الـ flexible space هنا. هديها كمان حاجة بنسميها الـ expanded height. انت حاوز الطول ده بتاع الـ flexible space او sliver up bar يكون قد ايه. فالـ sliver up bar تعالى نقول له مثلاً مئتين وستين. وعملنا ctrl s. هيظهر فعلاً الـ flexible space bar وشكله جميل جداً اهو بالشكل ده. بقى تمام. اول ما بت scroll بي scroll عادي بيختفي معاك اهو. وبتبدأ تظهر. هنا بقى في نقطة عاوزين نشرحها. انا هنا عشان يبدأ يظهر. انا واقف عند الـ item رقم كام? الـ item رقم اتناشر. جميل. فبدأت ان انا scroll down ما يظهرش. لازم يظهر لازم اقف للنهاية الليستة وبعدين يبدأ يظهر هو. طيب لو انت حاق عاوز تخليه يظهر automatic مش لازم تروح لزيره عشان يبدأ يظهر ويجي بعد زيره. لو انت عاوز يظهر على طول مسلا وانت واقف عند آآ خمستاشر. اول ما تبدأ ت scroll تحت كده داون يبدأ يظهر. دي هنعملها ازاي? ان انا هجي هنا في النستد scroll view وهديها آآ بروبرتي اسمها الفلوتنج الفلوتنج هيدر سليفرس الفلوتنج هيدر سليفرس هقول له true. فلو كده عملنا كنترول اس وانتظرنا ان هو يشتغل وطبعا كده ما ظهرتش معايا فانا محتاج آآ 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 ريستارت كده سريعا. تمام? هتبدأ تظهر معايا حالا دلوقت. آآ تمام كده? هنبدأ هنا عملنا سكرول. وسكرول سكرول سكرول. مسلا ما وصلنا لاي ايتم ولكن الايتم رقم آآ ستاشر قدامنا. اول ما بتبدأ تسكرول داون بدأ يظهر معانا السليفر ابر بدون ما نسأل لقيه للايتم آآ رقم زيرو. اعتقد كده انت تمام جدا وفاهم معايا الجزء ده. جزء اخير بقى وسريعا برضو انا ما شرحتش ازاي اضيف صورة. انا عاوز اضيف صورة هنا. انا ما شرحتش في الكورس ازاي اضيف صورة بس سريعا كده للناس اللي هي يعني فهم فلاتر شوية. انا بضيف صورة ان انا باجي هنا في البروجيكت بتاعي وبعمل فولدر آآ في الروت تحت اسم المشروع بتاعك. بعمل فولدر سميه اي اسم? انا سميته images. وحطيت في صورة اهي صورة عادية جدا اسم اهي صورة كده. وباجي هنا في الفايل اللي اسمه وباجي في جزء الاسيتس. هو ده كان معمول له comments. باجي في جزء الاسيتس بلغي هو كان معمول بالشكل ده. هتلاقيه انت عندك كده. باجي انا بلغي العلامة دي. وبلغي برضو comment من هنا. بس خلي بالك ان الاسباس هتلاقي على محاذاة. شايف ده? تحت ده بالزبط. اي مسافة مش هشتغل معاجل الكود. وبعد كده في آآ ماينس وبعد كده مسافة وبعد كده بكتب الفولدر اللي انت لسه عامله من شوية. اللي اسمه ايه images. وآآ اللي انت لسه عامله من شوية اسمه images وبتاعت كده بتكتب اسم الصورة. كده خلاص الصورة اصبحت موجودة عندي قدر هستخدمها في بتاعي. هنستخدمها ازاي? هنيجي هنا في المين آآ دوت دارت. وهنحاول نضيف آآ بكجراوند. تمام? هنضيف بكجراوند. تعالوا كده بعد التايتل. هضيف هنا بكجراوند. والبكجراوند هنا هقول له آآ جاية من الامج. هختار image dot from image dot asset image dot asset. وهتدي له الصورة اللي هي معانا دلوقتي كانت موجودة جوا folder images. وكان اسم الصورة ايوة كان اسمها image one dot جي آآ بيج. وهندي له كمان خاصية اللي هي الصورة. هقول له خاصية الفيت. انا عاوز الصورة تكافر. فالفيت دي معناها ايه? تكافر. انا عاوز الصورة تكافر. طب هتاخد ايه هنا في البروبرت دي. هقف كده. هيقول لي هو محتاج حاجة من نوع ايه? بوكس فيت. فانا هقول له هنا بوكس فيت. ده كلاس. بوكس. دوت كافر. دوت ايه شباب. كافر. هي كافر الجزء كله. فبالتالي لو عملت كنترول اس دلوقت. المفترض ان الصورة تظهر زي ما انت شايف هي. ظهرت عند الصورة. ونبدأ نسكرول عادي جدا. بيسكرول اهو. فيش اي مشكلة. لو بدأت هنا تعمل كده. آآ يبدأ يظهر الصورة. وخلي بالك عندنين بيسكرول عندنا. آآ وبكده يكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة. ونشوفكم ان شاء الله في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محتاجين دعمكم يا شباب. تدعمونا بنشر محتوى الكورس. آآ ده بيكون اكبر دعم لنا. الكورس زي ما بنشوف سعره آآ يعني حوالي مية وخمسين جنيه. ميتين جنيه على كمية المعلومات اللي انت بتشوفها. آآ احنا شغالين يا شباب من اكتر من مصدر من كتابين. آآ بنجمع المحتوى من اكتر من آآ دوكومنتيشن اونلاين. عشان اديك المحتوى اللي انت بتشوفه ده. وان شاء الله نشوفكم في آآ محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.